اشتركوا في القناة 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 انطايم يعني في الوقت المحدد يعني الكلمة اللي بتساوي كلمة important طبعا كلمة essential اللي ضروري او حيوي نمبر 12 اك اللي هيقلم في نهاية كلمة هيد تو مين اللي كيتعني بين انزا هيد يعني الم في الرأس نمبر سرتين طيب يعني احنا بنحط لكلمة لكي نجعلها طبعا يعني صفة اللي يرقم سي نمبر فورتين يعني اقل طبعا كلمة اللي يرقم بي نمبر ففتين يعني تبدو مختلفة يعني اساس يعني المرادف طبعا يعني ايه غير متشابه نمبر سكستين عندما نذهب الى التسوق نمبر سفنتين انا استمتع بمشاهدة هستوريكال فيلمز اللي يرقم سي زي ارليتتو هستوري انها مرتبطة بالترير نمبر ايتين ايهاف اديفرانت بروبلم اديفكالت سوري بروبلم يعني مشكلة صعبة ذوارد ديفكالت هير مينز مينز ايه سيريس اللي يجاد دو خطير نمبر نينتين هيد نوت سنجل يعني انه ليس اعزب هيد طبعا مارد اللي يرقم بي يعني متزوج نمبر تويني نحن نذهبون من القاهرة لكسور لكسور ده بالنسبة لنا ديستي نيشن يعني جهة الوصول او المقصد تويني وان يعني ياسر دائما بسافر جوا يعني بالطائرة تويني تو هيد انتو جو توسكول يستر داي لم يذهب الى المدرسة بالامس سينس يعني لان هي وزئا لانه كان مريضا ذات مينز بي كوز بي كوز يعني لانه هي وزئا يعني كان مريضا تويني سري شي از جوينج طو جيت مارد شي از جوينج طو جيت مارد يعني تزوج ان سبرينج يعني في الربيع تويني فور ايام ويتينج فور انني منتظر فور زاترين for about يعني الحوالي half an hour 25 it's important يعني من المهم to stay healthy يعني أنت ظل بصحة جيدة بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي تعالوا مع بعضنا نتعلم درس من أهم الدروس في المحالة الإعدادية وبتدريسه كتير من تفسانه اللي هو the present perfect tense اللي هو بالعربي زمن المضارع التام المضارع التامدة بتقوم من ايه؟ بتقوم من فاعل وبعدين have أو has والباست بارتسبل اللي هو التصريف الثالث للفعل فاعل have أو has وتصريف الثالث للفعل يعني مثلا على سين المسأل نقول علي has done يعني قام أو عمل به the experiment يعني عمل التجربة طيب نبعرفين حاجة مبدئيا بس ان have بتيجي مع الفعل الجام have بتيجي مع i بتيجي مع i بتيجي مع z بتيجي مع y أو اسم جام وهاز بتيجي مع فعل مفرد اللي هو he وش وش وات واسمه مفرد نبعرفين برضو المضالة التقامدة في المجهول بتكون من مفعول وبعدين have أو has وبعدين bin وبعدين نتصل في الثالث الفعل كلام ده فين في المجهول يعني ايه المجهول يعني الجملة تبدأ بالمفعول به يعني مثلا نقول ايه على سبيل المثال نقول za experiment za experiment experiment اللي هي التجربة experiment has been اهو done يعني عملت by ali عن طريق مين عن طريق علي طيب المضالة التقام دهو في النافي بقى بالمر النافي اسمه ايه جماعة النافي اسمه negative 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 يعني النافي النافي بتاع المضالة التقام نعمل ايه جل نضع نط بعد half أو has نضع نط بعد half أو has يعني مثلا انا سيدي المسال نقول the girls الفتيات the girls haven't wasted يعني لم يضيعنا their time يعني لم يضيعنا اوقاتهن their time طيب فيه احد اسمه interrogative يعني interrogative 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 يعني الاستفهام او السؤال يعني عندنا فيه سؤال سؤال يجاب عنه بيس أو no اللي هو بيقى عبارة عن ازاي بتحط half اهو او has ايان هم half او has اهو وبعدين الفاعل وبعدين الباست بارتسب الفاعل وتكمل الجمل على كده يعني مسلا لو اي و بي بيسألوا بعضين سؤال في انو حدسة فجال له yes نعم علي has done يعني عمل his homework يعني عمله واجبه انا عايز نقول بالعربي هل علي عمل واجبه يبقى نقول كده هو has علي done his homework اللي هو الواجب بتاعه هل علي قام بعمل الواجب طيب فيه سؤال بقى تاني اللي هو السؤال بادات استفهام سؤال اهو بادات استفهام بنعمل ايه بنحط اداة الاستفهام اداة الاستفهام وبعدين نحط have او has وبعدين الفاعل العوة وبعدين participle وتصير بتاعة الفعل وبعدين نحط الواجبشان مارك ومسلا نقول what places ما المناطق هي اداة الاستفهام ايه have you have you visited يعني التي زورتها have you visited in Egypt التي زورتها فيه في مصر طيب نجعل حاجة بقى جماعة مهمة جدا اللي قال ايه بقى الاستخدامات بتاعة المنطرع التاني الاستخدامات يعني يوسي جس الاستخدامات ايه الاستخدامات بتاعة المنطرع التاني واحد اول استخدام فعل وقع في الماضي واستمر حتى الوقت الوقت الحاضر يبقى الفعل دي بدأ فين في الماضي فعل سوري بدأ بدأ في الماضي واستمر حتى الوقت الحاضر ببداية الفعل دي بدأ ماضي ولكنه استمر حتى الوقت الحاضر مثلا نقول we have studied يعني اللي قد درسنا english يعني اللغة الانجليزية since يعني منذ primary one يعني منذ اولى ابتدائي منذ اولى ابتدائي واحنا بدلسه انجليزي هذا الفعل وقع في الماضي واستمر حتى الوقت ال a الحاضر طب ايه الكلمات اللي ده لعلى استخدام ده هو الكلمات اللي ده لعلى استخدام ده كلمتين كلمة sense وكلمة for كلمة sense وكلمة ايه for ما معنى كلمة sense معناها ايه sense ديت sense ده هي شباب معناها منذ وfor ديت معناها لمدة يبقى sense معناها منذ وfor دي معناها ايه لمدة مص يا جماعة تعال بنعملوا بينهم القارنة كده عشان قدر تفهموها كويس sense ده هي بتعبر عن بداية الفعل تعبر عن بداية الفعل لكن for ده هي تعبر عن تعبر عن مدة الفعل طيب مساءة يا جماعة شخصة بسهرهم اللي بيوضح لما نقول يا جماعة we have studied يعني نحن درسنا studied english يعني بدرسنا اللغة الانجليزية since مثلا twenty ten يعني بداية درستنا للانجليزي سنة الفين وعشرة طيب بص كده we have studied يعني نحن درسنا english اللغة الانجليزية بص بها four بقالنا درسنا دلوقتي twelve years بقالنا حطبعا في سنة الفين دولوات اتنين وعشرين يبقى لو انت طرحت دل من دول حتلقهم اتنشر سنة المدة اللي احنا درسنا في انجليزي بقالنا اتنشر سنة لكن يا حبيب مستر بداية الدرسة كانت كام الفين وعشرة بداية ما عشتنا في اسكنديريا سنة كام مثلا يعني سنة الفين المدة اللي احنا جاديناها في اسكنديريا بقالي children كم سنة 28 سنة يبقى كلمة سن ستعبر عن بداية الفعل امتى؟ بداية كانت امتى لكن four بديش بعدها مدة الفعل ولذلك ولذلك يا شباب عندك اسماء السنين اسماء السنين اسم اي سنة الفين مثلا وعشرة الفين وخمسة اي اسم سنة او اسماء الشهور اسماء الشهور زي لما نقول جانيوري فبريوري مارش اابريل ماي جون جولاي او اسماء الايام الي ساطر داي صان داي مان داي يوز داي صارس داي فريدي الاخيره ايام اللي اسبوع كلها تيجي معه سينس كلمة كلوك كلمة كلوك تيجي معه سينس بص يا جماعة من الاخر كده كل ما هو اسم معه سينس كل ما هو اسم معه سينس مسلا يا بلاد على سماء السنة نقول ايه مسلا اي مسلا نقولنا الشهور اسماء السنين والايام كلمة كلوك فصول السنة مسلا فصول اهو فصول السنة والاعيات فصول السنة والاعيات داي تبتجي معه سينس يعني مسلا لما يجي يقول لي سبرينج مسلا نختار ايه نختار سينس تمام لما يجي مسلا يقول لي كريسمس نختار ايه نختار سينس يبقى يا جماعة فصول السنة والأعياد فصول السنة والأعياد كذلك يا شباب مراحل عمر الإنسان عمر الإنسان مثلا أن الطفولة يعني ايه؟ يعني تشايل دهود هي الطفولة ديت أو الزواج الزواج يعني ايه؟ يعني ماريج الزواج ماريج كل ده همت يا جماعة مع سينس يبقى اسم السنة اسم فصل من الفصول اسم عيد من الأعياد اسمه مرحلة من مراحل عمر الانسان كل ده همت حتى فترات النهار والزمن نفسه فترات النهار والزمن فترات فترات النهار والزمن دوله خريب يبقوا مع سينس يعني مسلا نقول سينس الصباح اهو افتر نون افتر نون او ايفنين نيجي بجي على كلمة مين نيجي على كلمة فور فور بجي يا جماعة بيجي معها بثلات حشة شخص من ضويلش على حضراتكم بص يا جماعة لو لجيت رقم خدفور لو لجيت اسم جم خدفور لو لجيت اسم قبله ا او ان خدفور عشاء قطر ما تطويلش على مسلا نسلم يسلم يقول لك ده اهو مسلا كده اه 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 بص او بص كده او فور مسلا اورز كده ولا كده تبصح يبقى فورة هي تيجي مع الرقم او مع ا ا او ان او تيجي مع الاسم اللي هو ايه جام يبقى انا نجي مسلا على سبيل النساء لما نقول لك كلمة اه 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 يبقى تاخد فورة لما نيجي مسلا نقول لك كلمة ايجيس ايجيس ديت يعني اصور سينسو هلو فورة لا ظلم ان هي اسم جامعة هي يبقى تاخد فورة عشان ما تحفظت كتير الاول كنا بنقولها للطلبة كده ان فور بتاخد ايه اور يعني ساعة ودي يعني يوم وويك يعني اسبوع ومنص يعني شهر وديكيد يعني عقد وسينشري ووضحتكم اللي اقار وامنت يعني دقيقة وامومنت يعني لحظة والونج طايم يعني وقت طويل او شرط طايم يعني وقت قصير او مثلا امومنت لحظة او اوائل يعني بورها لك انا بقولها لك بسطها على نفسك فور يجي معها الرقم زي ما انا قلته كده رقم او اسم جام او اسم قبله ا او ا او اسم قبله ا او ان في شوات حاجات بقى انا عزك تخلي بالك منهم خالص اول شي ان كلمة فور ده تستخدم تستخدم مع الماضي البسيط ليه لتعبر عن فعل فعل بدأ وانتهى في زمن الماضي وكذلك تستخدم تستخدم فور مع المضارع التام لتشير الى استمرار الفعل حتى الان استمرار الفعل حتى الان مثال لما نقول وي هاف ليف ان يعني يا خد عشنا في اسكندرية يعني بجلنا عشرة سنين ده معناه ايه معناه ان احنا ايه ما زلنا دي معناه كده اللي بص في المسال ده يا شباب يعرف ايه يعرف ان كلمة فور اهي كلمة فور اهي مستخدمة مع المضارع التام لما تلاقي فور زي ما نجي من المضارع التام تعرف ان الفعل ما زال مستمرا حتى الان لكن لما نقول يعني عشنا في اسكندرية يعني خليتها هنا ايه ماضي بسيط ده معناتها ايه معناتها ان الفعل بدأ وانتهى في زمن الماضي دي معناها يعني لم نعد يعني لم نعد يعني لم نعد نعيش يعني لم نعد نعيش فيه في الاسكندرية يبا دي اول ملاحظة عائلة حضراتكم تركيزوا معايا معايا كويس خالص الملاحظة التانية يا جماعة كلمة سنس اذا ربطت ربطت بين فعلين لو ربطت بين فعلين فان اصباه فان الفعل الذي يليها يكون زمنه ماضي بسيط اللي هيجي بعدها ماضي بسيط والفعل للاخر مضارع تام معنى الكلام ده ان السنس اللي وجدت في الاول هيجي بعدها ماضي بسيط والتاني يبقى مضارع تام طب السنس جدت في النص اللي بعدها ماضي بسيط والفعل التاني مضارع تام عنديكم مساء لما نقول يا جماعة سنس اي ترافلد سافرتو تو لندن اي هاف امبروفد يعني حسنت امبروفد ماي انجليش انجليز بتاعي ماي انجليش بص يا جماعة هنا المتدبر كده كويس اللي لاجه ايه عادي سنس جات في الاول جي بعدها فاعل وبعدها الماضي بسيط اللي هو اترافلد والفعل التاني اللي هاف امبروفد ده زمنه ايه يا حباب مضارع تام لأ ده انا هننجل سنس نخليها في النص عاد ايه المشكلة هيا هنقول بص كده اي هاف امبروفد اهو ماي انجليش يعني حسنت الانجليز بتاعي سنس يعني منذ اي ترافلد يعني منذ ان سافرت ترافلد تو لندن منذ ان سافرت الى ايه الى لندن يبقى يا جماعة سنس لما جيت هنا في النص هاي حطناها في النص هاي جي بعدها فاعل ثم ايه ماضي بسيط والفعل التاني هنا ايه لها فبروفد مضارع تام ده معلومة مهمة جدا لازم نركز عليها الله يكرمكم طيب يا شبابي وده كان الاستخدام اهو يا جماعة ده الاستخدام الاولاني اللي هو فعل بدأ في الماضي واستمر حتى الوقت الحاضر فعل بدأ في الماضي واستمر حتى الوقت الحاضر رقم اتنين يا جماعة فعل وقع وقع في الماضي ولم يذكر وقت حدوثه وقت حدوثه يعني مثلا على سبيل المثال يا جماعة لما نقول ان علي هاز فيزيتد مي يعني علي زراني زراني امتى ما جالش خلي بالك فاذا فاذا زكر وقت حدوث الفعل نستخدم ماضي بسيط نستخدم ايه جماعة ماضي بسيط يعني على سبيل المثال نقول ايه نقول لعلي يعني زراني يستر داي يعني زراني بالايه بالامس يبقى يا جماعة خلي بالنا بالكلام ده كويس الكلام كويس لو زكر وقت الحدوث نستخدم ماضي بسيط لم يذكر وقت حدوث الفعل نستخدم مضارع تام تلاتة شباب فعل وقع في الماضي تمام خلي بالحضرتك وما زال له اثر في الحاضر يعني الفعل وقع في الماضي خلاص ولكن الاسر بتاعه ما زال قائما في الوقت الحاضر مثال على ذلك لما نقول علي هاز لوسط يعني فقد زكي يعني فقد الايه المفتاح طب وبعدتين سو لذلك هي قانت يعني لا يستطيع اوبن ان يفتح زدور يفتح الباب بص هو ضيع المفتاح ده في الماضي الاسر بجل قائم عليه في الوقت الحاضر انه مش جادر يفتح الايه مش جادر يفتح الباب طيب يا جماعة تعالوا نشوفوا بعض الكي واردس يعني بعض الكلمات الدلة على زمن المضارع الاتهام اول كلمة كلمة جاست ما معنى كلمة جاست باللغة العربية معناها حالا او معناها توا بتساوي مدة قصيرة اجو في المعنى يعني مدة قصيرة اجو زي اي مثلا زي لما نقول يا جماعة اشورت طايم اجو اشورت طايم يعني وقتا قصيرا اجو. او مسلا لما نقول اا مينت يعني دقيقة اجو. او لما مسلا نقول اا مومنت يعني لحظة اا مومنت اجو. يبقى شرطة اجو او امينت اجو او امومنت اجو او مسلا نقول اسكند سكند يعني سانية اسكند اجو ها بشرطة طايم وقت خصير امينت يعني دقيقة امومنت يعني لحظة وسكند يعني ايه سانية دي بتساوي ديت في المعنى بس في فرق ليه ايه الفرق اجو ده اجو ده اجو ده زمنها ايه راف ماضي بصير اما جاست ديت بتجي فين ده جاست ديت بتأتي بص كده بتأتي بين هاف اهو او هاز والتصريف التالت للفعل لكن المعنى واحد يعني مثلا على سين مثال لما نقولك دوات عالي اه الرايف يعني وصل اشورت طايم اجو من وقت قصير مضى هي 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 علي هاز جاست الرايف يعني هي هي علي لسه ايه واصل يبقى مش عايزين ننسو يا جماعة ان جاست بتجي فين بين هاف وهاز والتصريف التالت للفعل طيب الكلمة التانية اللي عايزين نتكلموا عنها كلمة ما معنى كلمة معنى بالفعل طب دي ما كانها فيه بقى لك بين هاف او هاز برضو تصريف تالت الفعل بين هاف اهو او هاز والتصريف والتصريف السالس للفعل مثال لما نقولك دوات عالي احمد اهو هاز يعني بالفعل اهو آآ انصر يعني اجابة زا تست يعني اجابة على زا تست يعني الايه لاختبار بس في كلمة قريدة ده لها استخدام جميل جدا. نقولك ايه بقى في ديه بصوا كده. لما نقوله واحدة هاف يو آآ آآ هاف يو ضن. يور هوم وارك هوم وارك. وبعدين فيقوله ايه? يو. ريلي انك حقا يعني رائع. وراح اعمل لي هنا ايه يا جماعة? وراح هتطلق اللي هي علامة الايه? التعجب. قال لك والله لما يجي لك سؤال خلي بالك سؤال يدل على التعجب او الدهشة. في سؤال بيدل على التعجب او الدهشة تجو في النقجة فخر السؤال ده ريت بقى الريدي. طب انا نعرف ازاي السؤال ده بيدل على الدهشة او العجب او التعجب او الكلام ده. قال لك والله اللاجيك لكسيك لميشا مارك. او نلاقي كلمة مثلا زي كلمة واندرفول. يعني رائع. او نلاقي مثلا كلمة زي يعني عظيم. او نلاقي كلمة زي كلمة تمام? او نلاقي المعنى نفسه. احيانا يكون المعنى نفسه تفهم منه انه هنا فيه دهشة او فيه تعجب. فتقول ايه? اريدي في نهاية السؤال الذي يسير الدهشة او يسير الايه? التعجب. طيب يا شباب ايه كمان? في كلمة اسمها يت. ما معنى كلمة يت. يعني حتى الان او معناها ليس بعد. معناها حتى الان او ليس ايه? او ليس بعد. يت دي تيجي فين يا جماعة? يت اللي معناها حتى الان او ليس بعد. جالك فيه نهاية السؤال. في نهاية الايه? السؤال. وايه كمان? والجملة المنفية. في نهاية السؤال والجملة المنفية. مثال على ذلك. نقول لك ايه? هاف. يو. فينشد. زا. يعني التمرين. يعني هالا نهاية التمرين. بالفعل. فجاله انه. اي. هافنت. فينشد. يعني اللام انهي. فينشد. ات. يت. يبقى يت هنا بتيجي في نهاية السؤال. وفي نهاية الجملة اللي فيها ايه? نهاية الجملة اللي فيها نافي. طب ايه كمان يا شباب? كلمة ايفر. ايفر يعني ايه? يعني من قبل. ايفر دي اتلاها حاجات معنا بتيجي معها. رقم واحد يا جماعة. السؤال بتاع الخبرات. السؤال الدال على الخبرات. يعني لما تقول لوحد ايه? هافيو ايفر ما معنى كلمة هافيو ايفر دي. هاف يو ايفر دي معناها هل سبق لك. هل سبق لك انك عملت كده? مسلا يا جماعة نقول لك ايه? هافيو ايفر هل سبق لك? هاف يو ايفر يعني هل سبق لك ترافلت ان سافرت اوت صايد ايجبت يعني خارج مصر اوت صايد ايجبت يعني خارج ايه? خارج مصر. تمام? دي با اول حاجة السؤال الدال على الخبرات. طب ايه كمان? جال مع صيغ التفضيل. مع صيغ التفضيل. مين هي صيغ التفضيل يا جماعة? صيغ التفضيل اللي هي كلمة ما معنى كلمة يعني الاكسر. او زاليست يعني زاليست ها? يعني الاقل. او زا صفة قصيرة وتلاقي است يعني مثلا على سبيل المثال نقول اي او سوري او نقول مثلا ان علي از زا موست هو الاكسر. تالنتد تالنتد يعني موهوب تالنتد بوي ولد اي هاف ايفر مت. يعني او اكتر طالب موهوب قابلته من قبل. طب ايه كمان يا يا جماعة تشوفوا بقى كلمة جديدة اللي هي كلمة مين? كلمة نيفر. معناها ايه? معناها ابدا. اول حاجة في استخداماتها الاجابة عن سؤال الخبرات. الاجابة عن سؤال الخبرات بس بالايه? بس بالنفي. بس بالايه يا حبايب? بالنفي. فنقول ايه مسلا يا جماعة? نقول نو اهو. اي هاف نيفر. لا لم يصبق لي. مسلا ترافلد ان سافرت ترافلد ابرود. يعني سافرت خارج الايه? خارج البلاد. يبقى الاجابة عن سؤال الخبرات بس بالنفي. نمبر اه اولاد مع صياغ المقارنة. صياغ المقارنة. صياغ المقارنة اليمين? اليمور يعني اكسر. ولسة يعني اقل من. او زاء. اه جهاز الصفة قصيرة. صفة قصيرة فاي ار. يعني مسلا يا جماعة نقول اي هاف نيفر مت لم يصبق لي انقبلت امور تالنتد تالنتد ستيودينت يعني طالب. اه? لايك احمد يعني مثل مين? مثل احمد. برضو من استخدامات نيفر الجملة التي الجملة سوري التي التي تنتهي بي بفور. جملة الاخيرة بفور تاخد معا نيفر. يعني مسلا جماعة نقول ايه? اي هاف. نيفر. يعني لم يسبق لي. ترافلت ان سافرت. ابرود يعني خارج البلاد. بي فور يعني من ايه? من قبل. طيب يا شباب. طبعا يعني يعني عيبه فيه توسع كتير ان شاء الله بسنوه الحالة السنوية لكن احنا هنتوقف على الحالة اللي يعني اللي في ما لك بتحكم. في حدث ما هاف او هاز بين تو. وفي حدث ما هاف او هاز جون تو. معناهم ايه دولت هاف او هاز بين تو. هاف او هاز بين تو دول معناهم زهبا وعادة. هاف او هاز جون تو يعني زهبا ولم يعد. بص يا جماعة بتاخد هاف او هاز بين تو ده هيك لما يقول لك ايه? لما تلاقي فعلا مثلا زي كيم باك. يعني عادة. او تلاقي مثلا فعلا زي ريتارند. ريتارند برضو يعني ايه? يعني عادة. واخد بالك. طيب. وناخد هاف او هاز جون تو ديت لما يقول لك ايه? مثلا ستيل زير. ستيل زير يعني ايه? ما زال هناك. ما زال هناك. او مثلا ان هز واي باك. يعني في طريق الايه? في طريق العودة. مثلا على سبيل المثال. لما نقول ايه? ماي فاذر هاز اس بيس تو اليكس هي كيم باك يعني عادة كيم باك ان اوار اجو منز ساعة واحدة بس اوار اجو. وجيتنا قلت لك اختار بين ولا جون? لأ طبعا هتاخد بين. ليه? لانه جال لك كيم باك. لكن لو نفس المثال ده جال لك ماي فاذر يعني والدي هاز اس بيس تو اليكس الاسكندرية. قصو كده. هي از استيل زير. جال لك لسه هناك. او حتى او في طريق العودة. هنا في الحالة ديت ما نعنام لسه لم يعود. يبقى في الحالة دي هتاخد ايه? جون تو. صفحة بيتي خمسة وعشرين. بعد ما ذكرنا زمن المضارع التام. تعالوا نشوفوا بعض الاسطيلة عليه كده. number one. how long have you? طبعا هاف يو. ده ما هاف يبقى تصرف التالت lived in this house. لان المضارع التام بتكون من هاف او هزو تصرف تالت الفعل. اه we have been married يعني نحن متزوجون طب four more than fifty years. لان انا بناخد فور مع الرقم ومع الاسم الجم ومع الاسم المسبوخ بحرف الجر ا او ان. number three i haven't eaten chinese food. يعني لم اكل طعاما صينيا. number four have you ever been? يعني هل سبقى لك ان ذهبت وتوقف فوتبول ماتش يعني ببارات كرة قدم. number five. هاز زا بليد. الفعل مفرد. فبياخد هاز ما ياخدش هاف. تينس ان ميني طايم زي في مرات عديدة. number six. هاز لينا افر سين. لان هاف او هاز والتصرف تالت الفعل. فالتصرف تالت من سين زاد فيلم يعني هاز الفيلم. seven twelve people. هاف ريدن اكمل. بناشر شخص هاف. لان دول جام. اه number eight. we i have lived in the same house. يعني عشت في نفس المنزل. since i was born. يعني منذ ان ولد. لان السنسة اللي بيش بعدها فاعل. وبعدين ماضي بسيط. number nine. he has been. ان هازه تصرف تالت من بيه. يعني معاق. all his life. يعني طوال حياته. number ten. my cousins. اولاد عمي. هاف لفد ان منصورة. يعني عاشوا في المنصورة. four six months. لمدة ست شهور. كلنا احنا لما بلاقي رقم بناخد four. salim his best friend. يعني has known. his best friend since he was four. لان كلمة since اهي. يعني بيقول ان سالم عرف افضل صدقاه منذ كان عنده اربع سنين. طبعا سنسة دي ادل على المضارع التامي لو بتكون من او هاز وتصرف تالت الفع. twelf I. طبعا هاف هاد. ابايك. since I was twelf years old. يعني ليه خدت هاف هاد. لان المضارع التامي بتكون من هاف او هاز وتصرف تالت الفع. والكلمة ده لكلمة since. thirteen. I've lived in the same house. يعني عشت في نفس المنزل. since I bought it. يعني منذ ان اشتريته. since فاعل. ماضي وسيط. number fourteen. they have never visited the Egyptian museum before. they have never visited. طبعا ليه خدنا never يا ولاد? لان كلمة never deep تيأتي في الجملة التي تنتهي بكلمة before. number fifteen. I haven't to got any money. طبعا لان هاف فيش بعدها تصرف تالت من get to got. number sixteen. he hasn't read that book before لان هاف او هاز هو تصرف تالت للايه للفع. number seventeen. he has gone to the club. يعني زهب الى النادي. he is still there. لان احنا قلنا ديت زهب ولم يعود. نقولنا هاف او هاز بين تو زهب وعاد. هاف او هاز جان تو زهب ولم يعود. number eighteen. mister tamir has been at this school. يعني في المدرسة ديت since twenty two hundred and one. يعني سنة الفين واحد. حسن هاز هاد. لان هاف او هاز يعني هال سبق لك. have you ever visited the zoo. يعني هال سبق لك ان زرت حديقة الحيوان. طيب جماعة. جينا الاجزرسايز. on lesson one and two. بقول. a teacher is talking to a student. يعني بتحدث الى الطالب. coming late. قادم متأخر. فجال له. good morning sir. may i come in please. يعني هل تسمح لي بالدخول. قال له. good morning. yes stand here. قف هنا. why are you late. لماذا انت متأخر. قال له. sir it's the bus. which makes me late. الذي يجعلني متأخرا. فسألوا سؤال. قال له. when do you leave your home. يعني متى تغادر منزلك. قال له. i always leave home at quarter to eight. يعني الساعة تمانية الى رب. قال له. how far is your home from here. يعني كم بعد منزلك من هنا. قال له. it's five kilometers. انه خمسة كيلومتر. قال له. then you should leave home earlier. يعني تغادر البيت بتاعك اكسر تفكيرا. قال له. okay sir. can i sit now sir? هل ممكن اجلس يا سيدي? قال له yes. sit quickly. يعني اجلس بسرعة. سؤال الاختياري. بقول يا جماعة different and the same are. طبعا. antinoms. يعني كلمة different. وزا same. different يعني مختلف. وزا same. طبعا ندرة كلمات متنقضة. number two. to get the adjective. لشان نحصل للصفة. from China. من كلمة China. we add the suffix. يعني اللي لاحقة ايه? اللي ايز. اللي رقم بيه. to it. number three. essential. is the basic of important. is synonym. كلمة essential. هي وكلمة important. كلمات مترطفة. number four. we get the opposite. get يعني نحصل على. the opposite يعني عكس. of correct. by adding the prefix. عندما نضيف. البريفكس اللي هي السابقة. اللي بتقول بقى ايه? in. اللي رقم بي. as base is a place where. حيثه. orphans. اليتامة. live. ايه? orphanage. اللي رقم C. يعني مالجأ الايتام. number six. my head. اه اكس. يعني رأسي تؤلمني. this means. هذا معناه. i have. انا لدي اتريبول. يعني فضيع. هدك صدع. page 227. شوفوا بقى تسحي الخطأ. بيقول. i have lived. يعني عشت. since i here since i was a child. طبعا ليه يا جماعة خدناها have lived. لان كلمة since هتدل على المضارع التام اللي بتكون من have or has. وتصرفتها للفعل. number two. i haven't visited. يعني لم ازور. alexandria since i was very young. يعني منذ ان كنت صغيرا. number three. عادل has never eaten. لان have or has وتصرفتها للفعل. تصرفتها للفعل. تصرفتها للفعل. تصرفتها للفعل. شاينيس فو. number four. have you ever. تصرفتها للفعل. made a cake. لان have or has وتصرف التالت. number five. has he finished on time. يعني هل انها في الوقت المحدد. قال له yes. he has. يعني نعم. بعد كده عايزين ناخده كله من الفوق. نحطها تحت. has. and eating. and reading. يعني رقبة. وتنت خيمة. and have. and traveled. بقول. i asked the people. انا طلبت من الناس. in my class. about their experiences. يعني خبرتهم. most people in the class. يعني معظم الناس في الفصل. او people have reading. يعني ليس كثيرا من الناس ركبوا. a horse. or slipped. يعني ناموا. in a tint. تنت. يعني خامة. خيمة. even fewer people. يعني ناسهم قليلون. even يعني حتى. have snorkeled. يعني يسبع تحت الماء. بس دام انا people goods. most people. يعني معظم الناس. in the class. have never traveled. يعني عمرهم ما سافروا. by plane. يعني بالطائرة. حذرям مو جدوى و تنظر нос uh sun. لкамتالي. يوم الشهر ركون بن Virus. قالب عمرهم ما سافر عملنا سافر عليك للمشيء عملية الصحواء ما سافر و هذا الجهر يمكن لأ فجله من سافر في الفصل للماليك سافر بعد بعد ان الناس ك intentions جيزءائي